وكلنا نعرف أن أم سلمة وزوجها أبو سلمة هاجر من مكة إلى المدينة ولكن لما خرجوا للهجرة وقفت أمامهم القبيلة ورفضوا لهم الهجرة ولذلك أخذوا ابنهم لإسم سلمة بعض يعني أهل أم سلمة مسكوا من يد وأهل أبو سلمة مسكوا من يد وبدأوا يتجاذبون حتى خلعوا يده فتقول أم سلمة أنها من شدة الحزن لما فرق بيني وبين ابني وزوجي كنت أخرج كل يوم بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما في وجهي فقال لبني المغيرة ألا تخرجون من هذه المسكينة فرقتم بين ولدها وزوجها وبيتها تقول أم سلمة فقالوا لي الحقي زوجك إن شأتي تقولوا فذهبت إلى المدينة عند زوجي وابني هناك فإذن أم سلمة مرت بمعاناة في سبيل الهجرة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتمر الأيام على أم سلمة إلى أن يتوفى زوجها وهو أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام مر على أم سلمة وهي عند القبر فشاف حقيقة حزنها وشاف شدة مصابها فبدأ يتكلم معها يا أمت الله اتق الله واصبري فقالت أم سلمة إليك عني فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قالوا لي أم سلمة أنت ما عرفت ما كلمته هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلمين بالطريقة هذه فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر منه فقال عليه الصلاة والسلام لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى ثم قال لها عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها تقول أم سلمة فلما مات أبو سلمة وذكرت أنا هذا الدعاء تقول وأي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة وهذه مشاعرها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذا الدعاء تقول أنا قلتها لكن بنفس الوقت نفسي تحدثني وأي خير من أبي سلمة تقول لكن بعد ذلك فوجئت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم لخطبتي فعلمت أن هذا الدعاء بالفعل مبارك إذا أصيب الإنسان بالمصائب ولكن تستغربون لما تعرفون أن لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها أرسل حاطب من أبي بلتع حتى يخطبها ولكنها اعتذرت وقالت إن لي بنتا وأنا غيور وفي رواية ثانية إن أم سلمة قالت إن في خلالا ثلاثة أنا امرأة شديدة الغيرة وأنا امرأة مصبية مصبية يعني عندها صبيان أولاده بنات كثير وأنا امرأة ليس ليها هنا أحد من أوليائي فيزوجني غضب عمر بن خطاب رضي الله عنه على كلامها وكيف أنها اعترضت على الرسول عليه وسلم وقالت له أنه أنا ما أقدر أوافق على زواجي منك لثلاث صفات فيني الأولى غيورة اثنين عندي عيال وايد ثلاثة ما عندي أحد يزوجني فأتاها عمر رضي الله عنه وقال لها أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تردين قالت يا ابن الخطاب بي كذا وكذا فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم وأما ما ذكرت من أوليائك ليس منهم أحد شاهد أفليس من أوليائك أحد شاهد أو غائب يكرهني فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لم أنقصك مما أعطيت فلانا ثم دفع لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر وتم الزواج وفي حقيقة لفتة هذا الزواج بأن ابنها هو الذي كان الولي وهذا فيه دليل على جواز أن الولد زوج أمه لكن إحنا ما يعنينا حقيقة قصة زواج أم سلمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند مواقف عديدة مع أم سلمة وجميلة جدا فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة ولكنه يبدأ بأم سلمة رضي الله عنها لأنها أكبرهن تقول وكان يختم بي وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم سلمة أنه كان يقبلها وهو صائم وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتقبل الصائم فقال له سل هذه ويقصد يعني يسأل أم سلمة التي هي أمة ومن كذلك المواقف الجميلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة تقول أم سلمة كنت نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحاف فحضت فقال لي أنفستي قلت نعم قال قومي وأصلحي حالك ثم عودي تقول فألقيت عني ثيابي ولبست ثياب حيضتي ثم عدت فدخلت معه اللحاف ومن المواقف كذلك الجميلة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت كانت أم سلمة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة وفي رواية أخرى كان يقول لها ابقي لي ابقي لي يعني لا تخلصين الماء علي خليني أنا كذلك معك في ذلك ومن المواقف الجميلة بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة رضي الله عنها فجعل حسنا في شق وحسينا في شق وفاطم في حجره رضي الله عنهم وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فقالت وأنا وأم سلمة رضي الله عنها جالستان فبكت أم سلمة رضي الله عنها فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يبكيكي قالت يا رسول الله خصصتهم وتركتني وابنتي قال عليه السلام إنك وابنتك من أهل البيت مواقف حقيقة يعني جميلة جدا بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة أم سلمة ولذلك هي توفيت في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين في شهر رمضان وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وقيل سعيد بن زيد وهو من المبشرين العشر في الجنة وكانت أم سلمة من آخر من مات من أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنها وروت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 378 حديث ترجمة نانسي قنقر